مرمى. فلعبة نادي. اه معلش ممكن بقى انت شرحتها. نعم. اشرح لي برضو. اي. اه لماذا كان هناك اعتراض. طبعا اي حاجة ما تخصش لنادي الاهلي ولكن برضو جمهور النادي الاهلي يفهم. تحرك رائع من كهراسة. رائع كهراسة فضيع. بس حلو قوي. نشرح ليه? بصوا هنا كابت ابراهيم نور الدين شاور ضربة مرمى. الكهراسة ما كانش بيطالب خالص بيرقل الجهزة. اهو كان بيطالب دربة ركنية. هو اللي لمسة. بيشاور على لعيب نادي هو اللي لمسة. لعبت النادي الاهلي راحوا اخذوا الكرة بسرعة لما الحكم ابراهيم نور الدين بص مساعد مساعد قال له ركنية. اه. فلعبت الاهلي طبعا زكاء كبير جدا اندخلت الكرة وسبت لعبت نادي وقفين في داخل منطقة الجزاء وقدرت تلعب الكرة بسرعة وطبعا ما فيش تسمى. وانا مش مطلوب مني كلاعب ان انا استنى لما اه الفريق المنافس يقف ويدافع. وناماني. مش مطلوب بزبطك. يعني لا انا بس بفهمك. هي ده وحصل طب لكده بقى في دورة. طب على فكرة الماتش ده او الكرة دي تحديدا. نعم. شبه كرة لو تفتكروا مباراة ليفر بول وآآ وبرشلونة. البرشلونة. اه. ماتشربعة. جون اوريجي. ماتشربعة اوريجي. تقريبا هي هي. ارنل. تقريبا بتاع ارنل. ارنل دراح. لأ الناس ام جاي لعبها. نعم. اوريجي حاطتها جون. كسب دوري ابطال اوروبا. انا مش مطالب ان انا استنى لفاعات بيرامنز توقف ويرقبوا لعبتي لا هي لا. اه جزء انك انت بكرة السابتة. عشان يبقى فيها خطورة ممكن نلعبها بصرحة. مزنبناش دفاعات بيرامنز يقف. ولكن هو ده الشرح للموضوع طالما يعني طالما الحاكة مدى الاشارة للعب ما ما قالش ولا استنى ولا عمل ولا عمل اي حاجة. وبالتالي هو بالزبط تقريبا شبه مباراة بارشلونة.